اشتركوا في القناة جرائد اللي كتعنون بالعنون العريض بخصوص موضوع الانتخابة في المغرب والنتائج ديالو واللي أبما أنك نظن بأن إسبانيا النتائج نهائية اللي خرج بها الانتخابة في المغرب ربما يعني بالنسبة لإسبانيا تخدم مصالحها أفضل. هذي يبنك شي مع الوقت إن شاء الله. نحن نخدوها على سبيل المثال جريدة جريدة معروفة في إسبانيا كتقول وكتعنون في العنون ديالو كتقول المعنى ديالو باللغة العربية بنسبة الناس اللي كتفهموش لغة إسبانية كتقول يعني واحد قطب ديال البترول مقرب من الملك يفوز بالانتخابات وهناك يقصدو عزيز أخنوش والأمين العام دي الحزب التجمع الوطني للأحرار طبعا هاد سيدة دا الملياردير المغربي طبعا هاد الجريدة عنونت وعطات جميع النقاط الصغيرة والكبيرة لنتائج الانتخابات الوضعية اللي كان فيها العدل والتنمية طبعا كان كي انتقل من مية وخمس وعشرين مقعد الانتناشرة مقعد البرلمان وهيك الهزيمة اللي كانت هزيمة مدوية اللي وذات بالجماعة ديال العدل والتنمية اي الانسحاب الأمان العامة والبقاء في المعارضة طبعا عطت هنا جميع النتائج بالنسبة للأحرار وعطت كل شيء عن نهات جريدة هذه كانت كتب عن كتب ودرت فيديو خاص على الانتخابات في المغرب والنتائج دياله اللي خرجت في النهاية بالنسبة الجريدة ديال الموندو عاو تاني جريدة لها كبيرة وعندها نفوذ كبيرة هنا باسبانيا اللي كتعنونه كتقول المعنى ديالة العربية كتقول عزيز خنوش الرجل الغني في المغرب بأمر من الملك يفوز بالانتخابات المغرب وهنا كتعطي حتى الدتاي ديالة تروة ديال عزيز خنوش كنعرف بأنه ملياردير كبير في المغرب يعني عنده الفلوس وكتقول حتى تروة دياله اللي كتقدر بألفين مليون دولار اللي كتقدر تروة ديالة السيد هذا اللي الحزب دياله فاز بالانتخابات في المغرب هاتش هدا الفوز ديال الأحرار في الانتخابات المغربية شنو كنفهم منه واش كنفهمه واش كنفهمه واش بزيال القيل والقال على الرئاسة ديال الحكومة واش خديكون هو عزيز خنوش طبعا الحزب الفائز التعيين النهائي كيبقى للمالك بالنسبة هات القضية ديالرئاسة ديالحكومة ولكن على العموم من المتوقع كبير أن هاتسيد هدا عزيز خنوش ممكن أنه يكون في رئاسة الحكومة على ما أعتقد يعني كتقدر تصور فقط لحد الساعة لأنه علاش لأنه عنده صدقة قديمة مع المالك ومقرب بزاف من المالك ويعني كعرف كيفاش يدير اخشاره مع المالك وأبطار يعني المكانة دياله الاجتماعية إنسان عنده الفلوس ريكو يعني مدور العقام زيان الإعلام الإسباني صراحة يعني هاد المرة هدي اهتم اهتمام كبير بالانتخابات في المغرب لماذا؟ لأنه كما كنت تعرفه الموضوع اللي كانت عايشها إسبانيا والمغرب حاليا يعيشه في أحد الأزمة سياسية كبيرة في العلاقات الديبلوماسية ما بين البلدين إذن بما أن إسبانيا والمغرب عندهم أحد الأزمة والمشكل اللي كانت إسبانيا بالضبط مع حزب العدد والتنمية هو يعني التصريح دي الأخير دي السيساء الدين العثماني في أحد القناة اللي ما خدنيش ذاكرة قناة سعودية على حساب المشكل اللي يتكلم فيه العثماني قال بأنه غادي نسال المشكلة للصحراء وهدي ندوز الموضوع دي السمتة ومليلية الحزب دي العدد والتنمية كان كيشكل قلق بالنسبة لإسبانيا بالتصورات دياله والأبعاد دياله والأفكار دياله والإيديولوجية دياله يعني بالسياسة دياله اللي بغاء يطبقها لا في المغرب ولا في السياسة الخارجية مع إسبانيا إذن منسبة إسبانيا هو حزب مزعج وحزب يعني لا يخدم مصلحة إسبانيا باتة إلى تكلم في موضوع السبتة ومليلية بطبيعة الحال اللي كتعرفوا هذه القضية هذه المدينتين المحتلتين يعني لمدة طويلة جدا فهنا هاد النتائج هذه ديال الأحرار والفوز ديال الأخنوش يعني بهذا الانتخابات اللي عاشها المغرب آآ القائل والقال كينا بزاف ديالكلام يعني كينا كي يجي يقول لك الفلوس خدمات كي يقول لك تصويت ديال لصحاب مية درهام كل واحد شنو كيقول حنا عارفوا بالانتخابات في المغرب كي يكون فيها أخوات بزاف وكي يكون فيها بزاف ديالتخار وعيد هاتشارها مسألة مفروغ منها ولا مجال النقاش ولكن على الأقل بالنسبة الإسبانيا والاهتمام ديال هذه المرة هذه بما أن العلاقة يعني الدبلوماسية المغربية الإسبانية متوترة ربما يخدم مصلحة إسبانيا هذه الحزب أو لهذا الرئيس اللي أطلع هذه المرة هذه وبما أنه عنده علاقات كثيرة هنا في أوروبا بصفة عامة وعنده وحد دعم إذن نا كانت توقع كانت توقع وخلقنا بزاف ديالقيل والقال كانت توقعوا أنه غادي قلار يكون رئيس الحكومة اللي غيحز في الخطر ديلي هو أن رئاسة الحكومة يعني إذا كانت مطلوب أنه في شخصية دي رئيس الحكومة أنه يكون متمكن وعنده وحد الفوكابيلور كبير دي المعرفة ودي السياسة ودي الحنكة السياسية وعنده يعني ما يقول العزيز أخنوش هو إنسان ملياردير اللي باس عليه كيفان في البزنس وفي الشركات وكعرف يجيب الفلوس يعني بالنسبة التدبير السياسي أنا ما كنشوفوش يعني كرئيس حكومة صراحة وبالباقاج اللي عنده ما كي أهلوش أنه يكون رئيس الحكومة المفاجأة ديما كينا غادي نتظروا النتائج النهائية بطبيعة الحل شكور اللي غادي السؤال اللي غادي بقى طرح علامة الاستفاهم حتى النتائج حتى التعيين اللي غادي يكون من طرف الملك أشكور اللي غادي يشغل منصب الحكومة هزمة دي العدل والتنمية كانت هزمة مدوية جدا والانتقال دي من المركز الأول حتى المركز الثامن هو هزمة صاحقة اللي غا تخلي هزمة الحزبة دي ينتظر مع الوقت علاج لأنه أصلا الحزبة دي الشكور اللي يخلي هزمة دي يوقع لأنه الحزبة دي أصلا خانة المغربة وقولة بالمغربة وكذب على المغربة لأنه في الأول تخل بوحد توجه تخل بوحد بوحد بشي بوعود اللي كانت كبيرة بزاف ولكن في العكس كل اللي كنا كنتظروا هو مارس العكس على الشعب المغربي يعني زاد أضغط على الشعب المغربي وزاد يعني نقص من الدعم وزاد بزاف دي الحواج اللي خلت هذه الحزبة دا يعني الشعب صفة عامة يبقى ويكره أكثر من يحب لأنه كانت عنده قاعدة كبيرة شعبية كبيرة ووجود كبير وحضور كبير في المغرب طبعا الحال ولكن مع الأسف شديد يعني كما قال لك الفلوس كتبت دل بندم والناس شافوا اللعقة انساوا الوعود دي لهم انساوا ذيك الشي كامل اللي كانوا كادروا عليه لا في الولاي دي العثماني وربما الولاي دي العثماني كانت أكفت وأطلس من كيلان كان كدح المغربة ما كندون أن الأحرار غادي يكون أفضل بالنسبة لإسبانيا على ما أعتقد طبعا هاتشي هذا بغين نتقسم معكم ما يرجو في إسبانيا بخصوص المتابعة دي لها المرة هذي كانت بزاف دي الجرائد وانتظرت على المنظو وانهم جرائد كبر حتى تكلمات على هذا الموضو عادة حتى بزاف دي الجرائد إسبانية تكلمات ويعني اعطا جميع دي طيب خصوص الانتخابات في المغرب هاتشي اللي بغين نتقسم معكم في الفيديو باش وصلكم المعلومة من هنا من إسبانيا إلى كافة المتابعين على القناة إذا ما كنتم كشكركم على المشاهدة وإلى المتواصل للليك دي لكم حتى فيديو القديم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته